كثفت سلطات الصينية وعمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والقيود الأخرى لمنع انتشار الإصابات مع زيادة الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ إغلاق شنجهاي هذا العام وشهدت مدينة أبكين وشينج تشو عدداً قياسياً من الإصابات اليومية وعلنت الصين اليوم رصد أكثر من عشرة آلاف إصابة محلية جديدة يوم أمس وهو أعلى مستوى منذ أواخر إبريل عندما كانت شنجهاي وهي المركز تجاري البلاد عندما كانت تكافح أخطر تفشل الفيروس في الصين